مين أصعب جمهور تلعبت وسادة؟ أهلي وأنا زمالك اللي اتنين مين أصعب؟ صعبين جدا يا كابتن مين أصعب؟ بلاش تمسك العساب النص؟ أنا مش مسكها من النص والله هو في أكبر منهم فيه مين أصعب؟ والله ما فيه؟ بس كل جمهور لطبيعة في التشجيع مين أصعب جمهور؟ أنا قلتلك الأهلي والزمالك طب ما الاتحاد لعبت في جمهور الاتحاد طب ما الإسماعيل لعبت في جمهور الإسماعيل في حاجة مختلفة ما بين أهل والزمال لا لا كابتن صاحبين جدا ومن أول المطشي الآخره تشجيع وجمهورين كبار طبعا أكبر مش راحش هزعل منك والله أنا والله بأقولي الصراحة ورحمة أبويا انت لو سألتني على حاجة مثلا هزعلهم مني أنا عارف التجاريق يعني هقولي الصراحة وحتى لي زعل من يزعل لكننا بأقولك الصراحة يعني ما قلت لكش جمهور الإسماعيلي والاتحاد والمصر كلهم زي بعض لا أنا قلت لك أكبر جمهور وأصعب جمهور تلعب قدامه الأهلي والزمالي كنت نبسك تلعب الأهلي ولا الزمالي والله يا كابتن كان نبسا لعب يعني كنت بيتمنى أنه رب أناه أي لعيب يعني يتمنى أنهše يلعب الأهلي والزمالي انت بقى عايز تلعب لمين أنا قلت لك للأهلي أو للزمالي لا 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 ب lablo اللي catalyst ابدأ luchar والله يا كابتن للأهلي أو للزمالي أحدد بس أقول لأ حضرك حاجة بقى بعد أما بدأت أطلع في الظهور تلعب مين لو جالك أهلي وزمالك تختار مين هاختار اللي أنا روح له مين الأهلي أو الزمالك والله مش تفرق طب ما حضرتك لعبت في الأهلي والزمالك ماشي أنا موضوع الزمالك مختلف شوية لا بس أنا أقصد يا كابتن معلاش مزعلش مني الأهلي والزمالك تحديداً بيعملوا قيمة لأي حد أكيد يعني ما احترامي ناديم كبار ما احترامي الأهلي لأي العيد فخر لأي حد اللي يدخل بس كده يلبس التشيرت يقولك أنا لعبت في النادي الأهلي وفي حاجة بقى حايز أقوله لحضرتك حاجة تانية أي حد بلعب في الأهلي والزمالك يمشي حتى لو ما بيلعبش وبس إيه قاعد في النادي كده هيروح ياخد أعلى عقد في أي نادي ودي أنا حصلت في البنك وحصلت في المصري وحصلت وحصلت وبيجوا حتى لو ما بيلعبوش بياخدوا أعلى عقود لأن الأهلي والزمالك بيعمل إيمال أي حد مين لو يتعرض عليك أهلي أو زمالك تختار مين هو كده أنا عايز أعرف والله العزمي للتنين شرف لأي حد يا كابتن شرف لأي حد يلعب في الاتنين إحنا مش هقلص الحلقة علينا أنا بقولك شرف لأي حد يلعب في الاتنين لكن الحمد لله أنا ربنا ما جعله بس شايفك أن أنت ما يلز مالك أكثر أنا؟ لا والله أبدا ولا زمالك ولا أهلي أنا كان شرف لي أن ألعب في أي حد فيهم لكن بعد أن ما أنا بدأت أطلع في الإعلام مع حضرتك طبعا شرف لأي وفي كذا قناة تانية بقيت بقول الحمد لله أن أنا ملعبتش في الأهلي أو الزمالك لأن كنت أبقى محسوب على حد لكن أنا دلوقتي لما بدأت تكلم سواء على الأهلي أو على الزمالك الناس بتصدقني لأنه يقولك هو مالوش مصلحة فدي حاجة الحمد لله فضل الله يعني فدتني كان فيه كلام انتشر في اليومين اللي فاتوا أن أنت فيه كلام معاك أن أنت بعد موضوع اللي بدا ترجع على الزمالك كم ده صحيح؟ لا يا كابتن محصلتش الكلام ده لكن لو حصل طبعا أتمنى شرف كبير لي يعني كلام كده لا لا ما حصلتش لا ما حصلتش إن فيه كلام قويل بتقال كده أن أنت فيه كلام معاك في الفترة اللي جاي لا لا يا كابتن محصلتش تعرفنا أنا يعني كده لا ما نعارف والله بس ألك بقولك من الدين الحاجات المترددة لا يا كابتن محصلتش الكلام محادش توصل معي من نادز مالك وأنا على مستوى شخصي بحب نادز مالك جدا وبالتوفيق ليهم إن شاء الله لأنه برضو مع احترامي للاختار لعيبة في يناير جابوا عشر لعبين نصهم لا يصلح انت جاب أي حاجة في نادز مالك وخلاص هو أي حاجة لا ده نادز مالك زي زي الناد الأهلي مش أي لعيب يدخل مش أي لعيب يجيب لي جنين تلاقيه في نادز مالك لا إنت لما تجي تقايم لعيب تقايمه على موسم واثنين وثلاثة مش لعيب نازل أخد واحد واثنين وجاب جنين لا ده يجي نادز مالك لا مش أي حد تربط اسمه بنادي الزي مالك بسهولة يعني قبل ما في الموضوع الزي مالك مع استمرار محمود عبرازق في الزي مالك ولا عتزاله والله كابتن الكابتن شيكابالا طبعا أسطورة بالنسبة لجمهير نادز مالك وأسطورة نادز مالك يعني شال الفريق كتير جدا لكن طبعا هي سنة الحياة كده كابتن إحنا بيجي علينا وقته لازم نبطل وأعتقد أنه دلوقتي بقى مقتنع أنه هو مثلا ما بياخدش المطش كامل بقى بياخد أجزاء من المطش وهو راضي بكده وهو راضي ودي حاجة تحترم جدا فيه برضو بس أنا من خلال حضرتك عايزة أوجه له رسالة لو الإدارة عارفت تعمل تدعمات قوية السنة الجديدة دي أنا رأيي يكمل لأن اللعبة دي هتشيله هتشيله وتساعده لو ما فيش صفقات قوية لو ما فيش صفقات قوية ما تكملش لأنه مش حدش هيشيلك لأنه موضوع سعب لازم اللي جنبك يبقى جامد عشان يشيله حتى زي الولاد الصغيرين اللي انت كنت تكلم عنهم الناشئين نزلوا ما لقاش حد يشيلهم ومعليش ما احترامي الكابتن شيكبالا هو أسطورة حتى لو بطل سيظل أسطورة وهيمسك حاجة كبيرة في نادي الزمالك فأنت لو ما جدش صفقات على مستوى نادي الزمالك والنادي طبعا ما ديها ما قدرش يوفرها فأنت ما تاخدش رزق الموسم الجاي لكن لو جاب صفقات كويسة الناس شايفة أن الصفقات دي قتر تحقق بطولة يكمل السنة الجاية ويختم مشواره ببطولة وهو يستاهل قاقيمة وكلعيب كبير من أحرف اللعيبة في تاريخ مصر أنه هو يختم مشواره ببطولة عكس عبدالله السعيد عبدالله السعيد قريدي ومكمل لا أنا مش قصدي عكس عبدالله السعيد لأنه اندمج بسرعة ودخل في الأجواء واشتغل أكتر أصلا كابتن هقول لحضرك حاجة عبدالله السعيد برضو البوزيشن بتاعه برضو مش محتاج للجاري كتير للونجات إحنا كونجات برضو لو إحنا ملعب بونجات جاري كتير جدا كابتن مطلوب تدافع وتهاجم هو بيعف يمسي الكرة وبييعف يتحكم آه بالضبط عنده حلول كتير عنده حلول طبعا وكورته عالية جدا ما يقلش عن كابتن شيكابالا طبعا لكن شيكا لازم ناس لو الصفقات هتشيله هو شايف أن الصفقات دي جمده يكمل الموسم لو شايف أن النادي ما قدرش يعمل صفقات والسكواد هو هو يعتزل هتفضل أسطورة أنت هتعيش طول عمرك أسطورة مش محتاج السنة دي ولا هتزودك ولا هتأخرك في حاجة فاهم أعظم